يوفر المغرب تحفيزات مهمة للشركات الفاعلة في مجال صناعة الطيران بما يتيح لها إمكانية ولوج أسواق جديدة في هذا المجال بلغة الأرقام يشتغل في المغرب أزيد من 100 فاعل دولي في مجال صناعة الطيران من قبيل شركات بوينغ وزودياك وليزي ودهيغ ونيسان وإيدس وغيرها كما أن التحاق المجموعة الكندية بومباردي ايغونوتيك بالسوق الوطنية العام 2012 عزز بدوره ثقة كبريات الشركات الدولية في هذا القطاع في المغرب الذي يسعى إلى مواجهة تحديات المنافسة العالمية على وتن على تعزيز موقعه في الخارطة الدولية الخاصة بهذه الصناعة وحسب الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات بلغ رقم معاملات الشركات الفاعلة في مجال صناعة الطيران بالمملكة نحو ثمانية ملايير درهم العام 2011 القطاع يحقق نموا متسارعا حيث أضحى يمثل 25% من حجم الصادرات الصناعية للمغرب وتستفيد هذه الصناعة من تزايد الطلب العالمي عليها ومن توقعات النمو الخاصة بقطاع النقل الجوي إذ من المنتظر أن ينمو القطاع بمعدل 5% على امتداد العشرين سنة المقبلة وتقول الرباط إنها طورت عرضها لفائدة المستثمرين في قطاع صناعة الطيران خاصة من خلال وضع برنامج ملائم للتكوين في هذا القطاع وإحداث أرضيات صناعية مندمجة في هذا المجال ويقدر الحجم المالي لهذه التدابير بحوالي أربعة ملايير درهم من الناتج الداخلية الخام وهو ما سيمكن من إحداث حوالي 15 ألف منصب شغل جديد في أفق العام 2015 ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا